السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في الدرس الثلاثون من دور تعليم إضافة الوكيوارت هذا الدرس لكم بعنوان طريقة عمل نسخ ورسق لمنطقة من مخطتك بإحترافية كبيرة حتى وإن كانت جزء من بلوك أو تشير وهذا على برنامج أضع لدي على أليم المخطط لطابق من عمارة سكانية وعلى اليسار مقطع لعمارة سكانية فرضا لو طلب مني أن أقوم بعمل نسخ ورسق لجزء من هذا المخطط ولكن مع مراعاة النافذة التي أقوم باختيارها يعني تكون الضيقة متناعية فهل يمكن ذلك؟ نعم يمكن ذلك أولا كمجرس العادة أقوم بضبط الوحادة والسلم أذهب إلى شريط العوامر YQ Units Enter أختار منه المتر بعد ذلك أقوم بضبط السلم SD Enter واختار أي سلم أراه مناسب على سبيل المثال هذا السلم أوكي ثم Enter بعد ذلك أذهب إلى شريط الأوامر وأقوم بإدخال الأمر التالي وهو QJ Enter وأختار النفذة التي أريدها على سبيل المثال أريد هذه النفذة هكذا هكذا بالضبط أنتظر بعد الوقت وأقوم بسحبها إلى أون تراحضون ثم يعطون هذه النفذة يعني تم استخراج المساحة التي تقوم باختيارها بدقة متناهية كذلك لو أختار منطقة أخرى على سبيل المثال هذه المنطقة QJ Enter مثلا هذه المنطقة هكذا وأقوم بوضعها هنا تراحضون تم استخراجها بدقة متناهية سأقوم بمثال آخر على سبيل المثال لو أريد أن أقوم باستخراج جزء من هذه الكتابة مع جزء من هذا البلوك وجزء من هذا التهشي QJ Enter أختارها مثلا هكذا وأقوم بسحبه إلى أون تراحضون تم استخراج جزء من هذه الكتابة وجزء من هذا البلوك وجزء من هذا التهشي يعني هذه الخاصية مفيدة إلى إد كذلك أقوم بتطبيقها على هذا البلوك QJ Enter مثلا أختار منطقة معينة ولتكون هذه المنطقة وأقوم بسحبها تلاحظون تم استخراجها بطريقة سهلة جدا أقوم بوضعها أقوم باستخدام منطقة أخرى مثلا QJ مثلا هذه المنطقة هكذا وأقوم بوضعها كذلك يمكن تكبيرها بطريقة سهلة جدا Scale أختارها مثلا من هنا وأقوم بتكبيرها بمقدار إثنى تلاحظون تم إعطائنا هذه النتيجة OK كذلك التوفر هذه الإضافة أو هذه الخاصية على خصائص بسيطة جدا أذهب إلى هنا QJ Enter Atilla Settings ومن هنا لدينا مجموعة من الخصائص من هنا إذا أردنا أن نقوم بعمل الإطار يعني الإطار الأحمر سأقوم بإلغائه OK وأختار منطقة على سبيب مثال هذه المنطقة هكذا وأقوم بوضعها وأقوم بوضعها تلاحظون تم استخراج أرماتيقة مع عدم عمل إطار QJ Enter Settings أقوم بإرجاعه من هنا لدينا اسم الطبقة الخاصة بهذا الإطار من هنا لون الإطار تعرفنا في دروس سابقة من أي نحص على هذه القيم سأقوم بالرجوع حتى أقوم بتطبيقها Paraberties من هنا أعطينا More مثلا أختار أي لون وعلى سبيب المثال هذا اللون ستلاحظون أن الرقم الخاص به هو 103 نتذكر 132 أذهب إلى هنا QJ Enter Settings أقوم بتفعيل الإطار 132 من هنا لدينا Align Type نوع Align Type مثلا نختار أي نوع مثلا Continuous من هنا لدينا السلم الخاص بالLign Type ومن هنا لدينا السمك الخاص بالLign Type أو خاص بالBoard وحافظ نمسي الإعدادات أوكي وأأتي إلى هنا وأقوم باستخراج مثلا أي منطقة على سبيل المثال هذه المنطقة هنا هكذا أقوم بوضعها هنا تلاحظون أن تم إعطاءنا هذه النتيجة كذلك يمكن تغيير من السمك الخاص بهذا الإطار قم بإعطائنا هذه النتيجة لا تبخلوا علينا بدعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر